السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة نرد فيها على الرجل الأعمال المصري المهندس نجيب سويرس نجيب سويرس واحد بيطبله وبيسأله ماذا بينك وبين الله يا نجيب سويرس حتى يحبك العامة بعيدهم وقريبهم صغيرهم وكبيرهم ولك أثر في القلب عند المسلم وعند المسيحي البعيد والقريب بيحبك يا سويرس مش عارف الله يدي جات مع الشخص ده ازاي يعني ما علينا المهم اني نجيب سويرس رد على الشخص ده وقال له السبب وهو محبة الله ومخافة الله هي الأساس يا ودي يا مؤمن المهم واحد تاني بقى رد على سويرس وبيقوله ايه ما تصدقش نفسك هندسة انت لو بتخاف ربنا مش هتشرب خمرة ما الخمرة حرام عندكم برضو ولا ايه عمهم يعمل ايه بقى نجيب سويرس رح ذكره الآية 67 من سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وقال له برضو إن عندنا المسيح صنع النبيذ في فرح قانة وأنا أشرب لكن لا أسكر وأنا حر والله أعلم عايز يقوله يعني إن شرب الخمر حلال سواء في الإسلام أو في الديانة النصرانية تلعي القمس عبد المسيح بسيطة بالخير ما عجبوش الكلام وتلعي رد على نجيب سويرس وقال له إن الكتاب المقدس ده الكتاب اللي هو بيقوم من بين نصارى يعني نهى عن السكر والخمر وحرمهما تماما طيب خلونا جماعة ناخد الموضوع من آخره يعني هنتكلم الأول عن حكم شرب الخمر في الديانة النصرانية هل شرب الخمر في المسيحية حرام كما زعم القمس عبد المسيح بسيطة بالخير أنا عن نفسي كنت أتمنى بجد والله إن الديانة النصرانية تكون بتحرم الخمر لأن مسلم فبطبيعتي كمسلم أكره الخمر لكن مع الأسف القمس عبد المسيح بسيط لم يقر الحقيقة للناس أنا مش أتوقف في الموضوع ده وباختصار كده جماعة الكتاب المقدس الذي يؤمن به النصارى لا يحرم شرب الخمر وإنما يمنع السكر فقط بل ستجد نصوص تمدح الخمر وتتغزل في جمالها أو الله موجود عندهم في العهد القديم في سفر التثنية ده يا جماعة المفروض أنه هو من أسفار موسى النبي الخمسة جاء الأمر بإنفاق الفضة في شرب الخمر والمسكر النص بيقول إيه؟ وأنفق الفضة في كل ما تشتهي نفسك في البقر والغنم والخمر والمسكر وكل ما تطلب منك نفسك وكل هناك أمام الرب إلهك وافرح أنت وبيتك بيقوله أصل في الفضة اللي معك دي في الحاجة اللي نفسك تشتهيها وذكر له من ضمن الحاجات دي الخمر والميسر كمان من ضمن الحاجات دي صح كده؟ طيب جماعة إحنا مش هنفسر من دماغنا الدكتور القصة وليام مارش بيقول إيه؟ المسكر هذا يدل على أن شرب المسكر ليس بمحرم بالنظر إلى نفسه بل بالنظر إلى الإكثار منه إلى حد السكر تمام؟ يبقى كده السكر هو اللي حرام لكن شرب الخمر نفسه مفيش مشكلة أهم حاجة أنك ما تذكرش في النهاية لا ده فيه نصوص كمان بتشجع على شرب الخمر لكن المهم ألا تذكر منها إن صار عندهم سفر اسمه يشوع ابن سيراخ ده الأصحاح رقم 31 بيقول إيه؟ الخمر حياة للإنسان إذا شربتها في اعتدال فأي عيش لمن لا يشربها وهي التي خلقت لفرح الإنسان اللي مش بيشرب خمر ده ده مش عايش أصلا يعني وبيقول إيه؟ الخمر تبهج القلب وتسر النفس لمن شرب منها في وقتها ما كفى آه يعني تشربها فوقتها وتأخذ كفايتك منها كده أنت في السليم أما تسكر طينا زي ما المهندس ناجيب سويرس بيعمل كده قدام حضراتكم أوعى تعمل كده كده غلط يقول النص الإفراط في شرب الخمر كدر للنفس وسبيل إلى الخصومة والنزاع شفت؟ إنت لو سكرت وخربتها نفسك هتتقدر وهتدخل نفسك بقى في المشاكل والخصومات والخناءات مع الناس النص بيقول إيه؟ الخمر تثير غضب الجاهل وتضره وتضعف قوته وتنزل به الضربات ده بالنسبة للجاهل أما لو أنت بقى مش جاهل فالدنيا بيس على مئدة الخمر لا توبخ أحدا يعني أنت باش مهندس ناجيب لو أعد مع صحابك كده وتشرب وحد فيهم عمل حاجة أوعى توبخه ولا تحتقره في إظهار سروره لا تكلمه كلاما مهينا ولا تطالبه بدفع ديونه يعني إيه؟ يعني بيقولك هو كده قاعد مبسوط ومشهيص تيجي أنت تنكد عليه وتقوله ايدفع الديون اللي عليك دلوقتي مش وقتك خالص بصراحة يعني مش وقتك خالص وليس هذا فقط في سفر في الكتاب المقدس اسمه سفر المكابيين الثاني بيقول إيه؟ وكما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مدر وإنما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعطي لذة وطربة الخمر لما تخلطها بشوية مية كده أنت إيه؟ هتعيش اللحظة الكلام ده بيفكرني بواحد بيقول للشيخ يا شيخ أنا بشرب عشان الدكتور وصفها لي كعلاج فالشيخ قال لي يا ابني أنت ما كشفتش عند الدكتور أصلا يا حبيبي أنت كشفت عند الخواجة ين يا ابني المهم إذن بالنسبة للديانة النصرانية شرب الخمر مش حرام وأما في العهد الجديد فالأب متى المسكين بيقول إيه؟ بيقول في تفسيره غير أن الخمر ليست من المحرمات في العهد الجديد فهي قد تكون ضرورية للجسد تمام كده يا جماعة؟ الكلام واضح وصريح الديانة النصرانية وكتابها لا يحرماني شرب الخمر المحرم السكر بس هو الممنوع معين على فكرة فيه نصوص برضو بتبيح السكر شوف النص ده بيقول إيه؟ ده في نشيد الإنشات ده يا جماعة قد دخلت جنتي يا أختي العروس قتفت مري مع طيبي أكلت شهدي مع عسلي شربت خمري مع لبني كلوا أيها الأصحاب اشربوا واسكروا أيها الأحباء آه بس أنا فهمتك بعمر أكيد نجيب سويرس دفع لك يا ريس عشان تقولك كلمتين دول أمال أمال طيب فين الزتونة بقى؟ فين الضربة يعني في الحوار ده كله؟ الضربة أن الديانة النصرانية طالما أنها تبيح شرب الخمر فهي إذن ديانة باطلة لأن شرب الخمر مضر حتى لو كان قليلا والله لا يمكن أن يبيح لنا أن نشرب ما يضرنا ركز في الكلام اللي أنا بقوله كويس جدا أي كمية تشربها من الخمر فهي أيضا مضرة وتسبب تلف الدماغ وتؤدي إلى عدد من الأمراض الناس اللي بتشربوا بتقول أنا بشرب كاس أو اثنين في اليوم برضو الكمية دي مضرة يعني مفيش حد آمن لشرب الخمر البي بي سي نشرت خبر عن دراسة طبية بتقول إن تناور الكحول مضر بالصحة مهما كان قليلا وهذه الدراسة قامت بها كبيرة أطباء إنجلترا وتحدثت فيها عن الأضرار الناجمة عن شرب الخمور مهما كانت قليلة هسيب لحضراتكم الرابط في وصف الحلقة فطالما أن الخمر مضرة مهما كانت الكمية المشروبة منها فكيف يبيح الله لنا ما يضرنا؟ طيب نجي بقى للآية اللي ذكرها نجيب سويرس دلوقتي هل نجيب سويرس أصلا قبل ما ندخل في الموضوع بيفهم في الإسلام حاجة أصلا عشان يتكلم في تفسير القرآن أو عشان يذكر آية ويستدل بيها من القرآن الكريم؟ نجيب سويرس كتب في جوجل الدليل على جواز شرب الخمر من القرآن واخد بالك فطلعت له الآية دي رح تطهر عادي الدنيا حلوة يعني طيب الآية دي أصلا نزلت في مكة يعني نزلت قبل تحريم شرب الخمر فربنا سبحانه وتعالى أشار أنهم يتخذون من ثمرات النخيل والأعناب مادة للسكر وأيضا يتكسبون من بيع ثمار النخيل والعنب والمتاجرة فيها تمام؟ يعني ده كده جماعة وصف لحال المشركين أو حال الناس في ذلك الوقت وليس هذا دليل على إباحة شرب الخمر فسويرس جايب آية بتتكلم عن وضع الناس قبل تحريم الخمر حتى لو رجعت الكتب التفسير هتلاقوا الكلام اللي أنا بقول له حضراتكم ده على سبيل المثال الإمام بن كثير رحمه الله يقول في تفسيره ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا قال وكان ذلك قبل تحريم الخمر إذن الآية تخبرنا عن وضع الناس قبل تحريم الخمر أنهم كانوا يفعلون ذلك ثم بعد ذلك نزل تحريم الخمر بآيات واضحة صريحة طيب إيه الآية اللي في القرآن الكريم بتحرم شرب الخمر ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر خلي بالك الخمر والميسب والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى ذكر اجتناب الخمر مع ذكر الأنصاب واجتناب الأنصاب الأنصاب دي اللي هي الأصنام وقال إنها رجس من عمل الشيطان وأمرنا أن نجتنبه تمام؟ وهذا من أشد صيغ التحريم في القرآن الكريم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى فاجتنبوا الرجس من الأوثاني واجتنبوا قول الزور يعني رب العالمين سبحانه وتعالى حرم شرب الخمر بنفس الكلمة اللي حرم بيها الأصنام وحرم بيها قول الزور إذن جماعة تحريم شرب الخمر الثابت بنص قطع الدلالة في القرآن الكريم لكن دايماً أهل الباطل وأهل الشهوات يبحثون عن أي شيء تمسكون به ليفعلوا المنكرات والمحرمات أنت تشرب الخمر عشان دينك بيبيح لك أن تشربها تمام مع نفسك أما تجيب سيرة الإسلام وتدعي أنه بيبيح شرب الخمر ساعتها هطلع أصبتك وعصولك أنزل منك سواري الصغيرين لا تنسوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنسوا نشر الحلقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ولا تنسوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم حلقاتنا الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته